اهلا بكم مشاهدينا وصباح الخير تاني يمكن اهم من اهم الحاجات اللي حصلت بسبب طويلة 25 يناير انها اظهرت انه عند المصريين افكار كتير جدا والطورة هي اللي فجرتها وخلتهم يطلعوها يمكن احساس المصري ان صوته بقى ليه قيمة مش زي الاول مجرد بيتكلم في الهوى خلى ناس كتير قوي تطلع افكارها وتطلع مشاريع كتير ممكن تفيد البلد احنا في نهارك سعيدة عاملين حاملة متبانين فيها الشباب لكن مش شرط بس الشباب هما اللي عندهم افكار احنا المشروع هنتكلم عنه النهاردة مشروع لو انا شرحته في كلمتين الناس هتحس ان هو خالي بس المشروع ده باختصار اسمه الممر الافريقي وهو مفروض ان هو يربط مصر بالدول الافريقية ويعمل حالة من الرخاء والاستيراد والتصدير تفوق الوصف وينمي جزء الغربي في مصر تماما تعالوا نتعرف على مشروع الممر الافريقي مع صاحبه المهندس ايمن رشيد وهو عقيد مهندس قوات مسلحة متقاعد ومجلستير في قياسات تلوث البيئة صباح الخير بشمعان صباح نقول يا فنو مشروع متميز جدا انا حابب ان حالك تشرحه بالروحة كده زي ما انت شرحته لي احنا عايزين نعمل ايه وبس انا عايز اضيف كلمة واحدة ان المشروع ده مش هيكلف بلدنا تعريفة لكن فويده اقل حاجة فيها عشرة مليار في السنة فضل يا فنو وحضرتك منطقة البساطة المشروع ده بيربطنا بالعالم كله مش بقى افريقيا بس لان العالم كله دلوقتي بيخطط انه يربط نفسه بشبكة سكة حديث المشروع ده بيقول انه نفسي دي براني تعطيه اللي هي منطقة ما بين مرسة مطروح الناس كلها تعرف مطروح فين والسلوم اللي هي حدودنا مع البي عندنا ساحل انك فيه بديلة اسمها سيدي براني مدينة دي فيها كل المقاومات اللي تخليني ابدأ فيها ميناء ميناء عالمية ميناء عالمية بمعنى كلمة ميناء عالمية يعني ميناء ضخمة جدا اكبر ميناء في العالم ميناء ده تبقى ميناء حويات وميناء يخوت ميناء الحويات دي اللي هتجيب لي كل الشغل وهتجيب لي كل الرزق بإذن الله المدينة دي ادي ظهر لها للبحر وادخل اغوص لغاية افريقيا جوه خط مستقيم اعمل خط سكة حديث ايه عدي من مصر السودان الشمالي سودان جنوبي اغاندا رواندا بروندي كونغ ديمقراطية البلاد دي كلها تعتبر بلاد حبيسة يعني مالهاش شواطئ مالهاش شواطئ والبلاد اللي ليها شواطئ بتاخد شهر عشان تنقل الوحاجات بتاعتها لغاية الشواطئ بتاعتها عشان تنقلوا بالتمن مراحل دا لزي يكونوا والديمقراطية جميل طيب قبل لما نكمل بقية مراحل المشروع عشان بس اللي قاعد في البيت هيقول ما هو مكلف جدا ان احنا نعمل خط سكة حديدة احنا نعمله من دا احنا عندنا دلوقتي مشكلة في الفلوس فعشان يخش معنا المرحلة اللي بعد كده يفهم احنا نعمل دا ازاي بس الاول حضرتك بمنطقة البساطة النهاردة الدولة بتنزل مناطق امتياز البترول بتقول لشركة تعالي خد المنطقة ديت دوري فيها لو لقيت بترول هتاخدي النسبة ولا نسبة وقبل ما تدوروا قالوا بتعملي نازم تدفعيله ولازم ايه تعملي دفوله من المنطقة ديت هنعمل احنا دروقتي أسا على ده بنفس الاسلوب هيتعامل مع ايه المشروع كله مش السك الحديد بس الميلة بنفس الطريقة المدينة الصناية بنفس الطريقة المدينة السكنية وكذا لان انا مش يعني مش عايز ادفع انا عايز ايخد وكان فيه برضو زي ما قلت قبل كده ان فيه تجربة اللي حصلت في مصر قبل كده شركة دخلت واخدت احد ترخيص الاتصالات ودفعت 14 مليار لخزينة الدولة عشان تبدأ تنشئ شبكة يعني قبل ما تشتغل دفعت 14 مليار طيب نوضح بس برضو النقطة دي انه انا ما سألتك هل هو هتبقى بالبيوتي يعني الشركة تعمل ده ومثلا بعد عدد معين من السنين الدولة يبقى ملكها قلتلي لا لانه هو يبقوا شركاء دائمين لاسباب لاسباب بسيطة جدا حالتك انا ما بقى الشريك عارف ان ده ابني هاوضى ربيه وده مين انما انا عارف ان انا بعد شوية هسيبه بعد مدة تطول او تقصر هسيبه يبقى انا هعمل ايه علشان انا هستعيله بقدر الامكان واسحب منه كل حاجة هعمل واصرف عليه اقل مصاريف يعني مش هنميه انما لما انا عارف ان ده ابنه هيجيب لي بسطول وامره عائد هاوضى انه باستمرار مش عايزينه يبقى زي متر الانفاق واو حضرتك ده اللي حصل الشركة الفرنسية لما اشتغلت فيه طول ما كانت معاها كان زي الفل بعد كده سابت هلنا بس سابت هلنا امتى حال تدخل الشركة الفرنسية وهي ماشرة قعدت لمدة سنة او سنتين تصرف استثمارات على هذا الكلام استحالة طبعا فاخر سنتين كان بيشتغل بالمنمم ايه كوست فانا برضو مش عايز نفس المشروع انه يقع بعد فترة لانه لما هيجي سلمه ليه الشعر من الممم كوست هو اللي بيصرف عليه في الاول احنا كده فهمنا الجزء الرئيسي نطب هننول الكلام ده ازاي واني طريقة وايه الاسباب اللي احنا نمولها بالطريقة دي احنا نجيب التمويل من برا وهيبقى هم الشركاء معنا بنسبة في الارباح طيب نكمل بقى بعد خط السكة الحديد اللي هنعمله واعتقد المخرجة دي هتنزل لنا طيب هو الصورة بس الاولادية اللي هوا موجودة هتبقى معنا ان شاء الله اللي هي صورة دي هي اشكال يعني ده كل الممرات اللي هتحصل لانه هو مش ممر واحد هو ممر بيربطة بسط افريقيا الممر التاني بيربطنا باسيا تحت خليج السويس وخليج العقبة نفق وليس كباري ممر التالت بيربطنا بالصومال واسيوبيا عشان ننم بالصومال ورجحها تاني لان دي اكبر مشكلة للنسبة لعالم كلها القرن الافريقيا لو دعمت بالسلام تانية هتبقى زي الفلو والتجارة بتاعتنا بفيش كرصادة لأي حاجة زايد انه هيخدم قناة السويس لان الصورة بعد كده قبلها بعد ايزا حضرتك الصورة برضو لسه الاخر حاجة اللي هو هتوصلنا باوروبا اسفل مضيق جبل طارق الناس ممكن تقول ده جنون لا اوروبا فعلا بتعمل هذا الكلام ونشوف الصورة الاخيرة بعد كده في الاخر انها فعلا عملوا الدراسات وموودة وعملوا لها تخطيط الكلام الصورة اللي قبل اللي فاتت لا الاخيرة اخر صورة اللي هو فيها بتربط اوروبا بس دي هتكلمه علي في الاخر انه حضرتك ان الصورة دي هي كل الممرات اللي هتاخد كل الدنيا معي هما عددهم كان فيه اربعة وواحد فوق على اليمين واحد فوق على الشر اه هو بالضبط حضرتك لو بسط لها هتلاقي حس انها بنا ادم عامل ايديا اليمين ورجلي والرأس اللي هي احنا فوق اللي هي السيدة براني تمام يعني ايدين ورجلي احنا بنتكلم كده ده مبدئيا دي احنا بنتكلم على سكك حديد توصلنا بالشكل اللي احنا شفناه على الخريط تمام نكمل بقى بعد سكك الحديد هنعمل ايه بعد سكك الحديد دي الخريطة بتاعتنا قدامنا مصر دي دلوقتي فيها مخافضات ومرتفعات النفس الشكل ده على طول الايه في كل الايه للدول الاخرى انا هعمل ممر مائي موازي لخط سكك الحديد او وفقا لتضاريس الارض في الاخر يلمي معاهم في المخافضة القطرة ده ممر صناعي بيزة الممر المائي ده ايه انه هيخلي الدول دي تقول انا عايز الممر الافريقي ليه الممر المائي ده هعمل عليه سبع محطات طوليد كو основ حيضر مائي تمام هتدي to the-а الدول دي التاقة اللي هيعيز layer وده السبب الي خلي الدول دي توافق وتقول احنا معاكم الايه عليynn تأخد اخد كهراب Poll مشكلة في الكهراب الدول دي كلها محتاجة الكهراب ومعندهاش تنمية علاشان مفيش كهراب دي الدول دي معندهاش مشكلة في الماء معندهاش مشكلة في السكان معندهاش مشكلة في ايه حاجة غير الكهراب اللي عندها الموارد بسم الله ما شاء الله واشو عارف تستغلها طب هيعزة كهرابة لما ديها الكهرابة مش هتقول لا بالعكس لما ديها الكهرابة هتحافظ على تدفق الماء اللي هي لانها كل ما تديها ماء زيادة كل ما هي هتاخد كهرابة اللي هي محتاجة احنا في نقطة بس ان سينها ان القطر يا جماعة مش قطر زي بتاعنا من اللي بيطلع اسكندري احنا بنتكلم في قطر يعني اخصى سرعة زي تي جي في كده في فرنسا يعني اللي هو من 250 ل350 كيلو في السعة اه يعني ده قطر قطر مش هزور يعني وبينقل بني ادمين زي ما بينقل بينقل حويات وكل حاجة طبعا اه الدول دي لما هتاخد الكهرابة بتاعتها هتقيدي هنا الصورة اللي معنا دي وقت او الخريطة اللي معنا دي سيدي براني ده التخالي بتاع المشروع اللي موجود في ايف سيدي براني اننا عندي مينة وعندي جوة يعني حوالين المينة دوت اربع مدن قدينة صناعية زي هونكونغ منطقة حرة تماما وجنبها منطقة تخزين برضو دولية حرة يعني يا جمالي قد تعني بيجي بيخزن عشان نصدر تاني منطقة تالتة هعمل منطقة سكنية دولية ترانزيت في اللي عمل المنطقة دوت مطار سبيخ خول في هولندا عمل كازينو هناك والناس بتنزل عليه بدون اي فيزا بدون اي حاجة بتقعد في المنطقة دي ويسهروا ويعملوا اول اخر ويرجعوا تاني بلاتهم انا هعمل حتة دي ليه لان المستثمر اللي هيجي يشتغل النهاردة عارف ان احنا عندنا وخصوصا بعد موضوع الصورة وكلام ده كله ولا تصمتوا ولا خيره هيقولك انا اخاف اروح هناك لا انا بقوله تعالى ما تخافش تعالى هات العمال بتوعك معك هتنزلهم فين؟ في الترانزيت دوت ليه بتنزلهم في الترانزيت دوت كان انا مستفدتش حاجة كعمالة لأ الترانزيت ده يفدني ان انا عندي في مطاعم عندي اسواق عندي 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 كل الخدامة بتاعت المصريين مش بتاعته هو في احراتك الاراضي بتاعة المساكن بتاعتنا ده ايجار زاعد ان انا هفرض عليه ان الراجل ده ما موشه اشيرة عشان يتنقل من منطقة السكانية الى المنطقة الصناعية اللي بوديه كل يوم حيدفع على الفرد في اليوم عشر دولار يعني لو جاب مئة الف عامل عنده يبقى انا دخلي يوميا مليون دولار ايه كل صباح بيتخلي مليون دولار عشان الاموال يروحوا ايه شغله لو جاب مليون يبقى انا نخلي عشرة مليون ايه دولار هو بيحسبها هاني نفسه بيتكلف تلتة اممية دولار للعامل زغير السكن بتاعه وهليه عامل مصري هيبدأ يطور العامل مصري وياخده العامل مصري يديله فلوس العامل مصري عايز فلوس عشان يشتغل في نفس الوقت عايز تطوير عشان يبقى قادر على التنفس عمل تميزة للعمالة بتاعتي عمل تميزة للعمالة بتاعتي وفي نفس الوقت امنت المستثمر اللي جاي ان هو لما ياخد يعني ما يجيب العمالة بتاعته يضمن المشروع بتاعه مش يقف لانه في الحالة دي هيقدر يجيب اي حد من اي حتة الدنيا جميل زي دي المدينة بتاعتي بتاعت سيدي براني العادية اللي انا متوقع انها توصل عشرين مليون ايه النسمة خلال سنتين تلاتة يعني هتبقى اكتر من القاهرة وعندي النساحة موجودة وكلام ده كله هتحتوي قد ايه من قوة البطالة اللي عندنا مدينة زي كده لا هو مش هتحتوي قد ايه ده هو في عمالة هتجيلك من خارج لانك انت مش هتبقى مكفي العمالة بتاعتك على طول الطريق مش هتبقى قادر انك تكفي العمالة لا 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 يشتغل فيه حوالي قد ايه هتبقى زي الدول العربية كلها انها العمالة بتيجي تشتغل عندها طب يعني هو تقدير حجم العمالة اللي هتشتغل في مشروع زي ده يقدر بقد ايه مثلا ووفقا لتخيولي انا مش هيقل عن 15 ل20 مليون عامل 15 ل20 مليون عامل اه يعني احنا كده حلنا قزمة البطالة في مصر كلها اه الاسابة بسيط جدا ان حضرتك هتعمل مصانع يعني انت النهاردة لما عملت خط سك الحديد دوت انت جبت الاخشاب تمام طب انت عندك مدينة الضمياط معنى كده ان الخشب بتاعك وصل عندك بدون ما بتساوله ما بقاش سير عائق غالي عندك خط موارد معدي من عندك ما عدد من عندك فتاخد تصنع عندك شاي زي الشاي كين والكلام ده كله بدات تجيبه عندك بسهولة بدون سير عالي تقدر تعمل عليه تعبئة وتغليف وقاعدة تصدير وهكذا يعني فيه عندك حاجات كتير جدا عندك صناعات الغذائية كل المنتجات افريقيا هتعمل صناعات الغذائية عندك المدن الخمسة اللي هتنشأ عندك انت في مصر هتنشأ عندك المدن الصناعية طب سؤال بقى هل هل يعني لو احنا افترضنا انه الممر اللي هوaporeوس خط السكة الحديد وفي ممر مائي الممر المائي هنقولنا انه هيمشي حسب التدريس الممر المائي هيمشي حسب التدريس لغاية لما يوصل مخافض القطار جميل مش هزرع حوليه حاجة مش هزرع حولي ده ممر المائي حاجة ليه بقى لان ان لو زرعت عندي حاجة اللي قابلة هيزرع زي انما انا كده كده المايا وصلالي فين متخافض القطار ببتاعتي أنا أقدر بعد كده أخذها وأزرح حوله مخافطة القطرة زي ما أنا عايزة في نفس الوقت الممر المائي ده هيخدمني من ناحية أنه هنخف الضغط على النيل وهما كده مش هيبنوا السدود اللي هما كانوا عايزين يبنوها عشان ياخدوا بها الكهرباء لا هيبنوا السدود بس هيبنوها على الممر المائي ده مش على النيل مش على النيل يعني أنا كده أفاصل النيل عامي أن أنا لو عملت الكلام ده أن أنا هعمل له حاجة اسمها الوطر هارفستينج أو حصاد الميا لما عمل حصاد ميا زيادة هو حصاد المياه المياه اللي بينزل على دول الحد النهر النيل كلها 1880 مليار متر مكعب مياه في السنة ما بيستفدش غير ب126 مليار إزاي يعمل حصاد للباقي بدل ما بروح بخره بروح في الهيه في الهواء يعني يعني كي شيحة فيه يعني حد في البيت هيقول طب معي الصهراء الغربية كلها رمله والمياه دي ممكن تفقد في المياه الجوفية الخزان الجوفي بتاعنا نحن الخزان الجوفي بتاعنا اللي هو موجود عندنا الخزان النوبي لسه حتى هذه اللحظة مليادة الحمد لله لسه ما خدناش منه كتير فحتى لو هيتميلي هيتميلي خلال سنة أو اثنين يعني زي ما بروح ساد الألفية اللي هو في أسيوبيا النهاردة مشكلتنا كلها معاها انها يقعد ثلاث سنين على ما يتميلي الخزان بتاعه تمام؟ وبعد كده هيبدأ وغصبا عنه هيعد المياه تمام؟ فهي النفس الطريقية عندنا بنفس القصد طيب احنا هنا تكلمنا عن الخط اللي وصلنا بأفريقيا عايزين نتكلم بقى ايه عن الخطين اللي فوق تكملة المشروع بقى فيه خط ينين داخل على اسيا وفيه خط شمال مفروض ان هو يوصلنا على جبل طارق ولسه فيه خط نازل على الصومال او على الصومال اعتقد الاتنين اللي تحت شبيهين ببعض يعني لا الصومال مش شبيه ببعض لان الصومال ده بيخدم قناة السويس اكتر اه لان انا عندي حاجات مستطيع الشيء قناة السويس اللي هي الحاجات الضخمة طب انا النهاردة لو جيت وعملتو لي استيق zouden اافتو لك فيها اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو على الشمال هياخد المياه بتاعته من ايه؟ مين اللي هياخد مياه بتاعته من ايه؟ اللي هو الخط اللي على الشمال اللي هو موازئة ممكن نقول موازئة قريب لخط السكر حديد القريب لخط السكر حديد ها هياخدها من منابل نيل بتاعتي نفسها اللي هو الأمطار اللي نزلة في نهر الكونغو نفسه نهر الكونغو هعمل له وصلة لأن في الحالة دي هي المشكلة كلها مكلفة وهيديه وعمل لك الوصل دي ليه هو مش مستفيد حاجة لما يعمل لك وصل عشان يديك ماي على منابع نهر النيل هو مش مستفيد حاجة إنما لما أقوله أنا هعمل لك الوصلة دي وهديك كارابة وهعمل لك خط ينقل لك صدراتك برة اللي بتقديرها في شهر بقت قصة تانية طيب المشروع كبير ومتشعب مستقبله ايه يعني وصل لفين لغاية دلوقتي حد رد من الحكومة لا حد بحث المشروع حد رده مع الأسف لا لا طب ده ندق إلى